اشتركوا في القناة السبب عبور لكتلة هوائية حارة لمنطقة بلاد الشام درجات الحرارة تصبح اعلى من معدلاتين مثل هذا الوقت من العام ايضا ترتفع درجات الحرارة ليلا ليصبح طقس معتدل بعدما كان مائل للبردة خلال الايام الماضية يوم الاثنين المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة درجات الحرارة تبقى اعلى من معدلاتين مثل هذا الوقت من العام بحوالي 4 درجات مئوية اما ليلا يستمر الطقس معتدل يوم الثلاثاء لا تغير الحالة الجوية استمرار للتقص الحار نسبيا في عموم المناطق درجة الحرارة أعلى من معدلة المثل في هذا الوقت من العام أيضا ليلا تستمر الأجواء معتدلة مع ارتفاع في نسبة رطوبة وتشكل لبعض الغيوم المنخفضة خلال ساعة الصباح الباكر فوق الجبال يوم الأربعاء أيضا لا تغير الحالة الجوية درجة الحرارة تبقى أعلى من معدلة المثل في هذا الوقت من العام تقص صافي في عموم المناطق ومستقر أما ليلا يكون التقص معتدل يوم الخميس أيضا لا تغيير الحالة الجوية الطقس يبقى حار نسبيا في عموم المناطق درجات الحرارة أعلى من معدلاته المثل هذا الوقت من العام بحوالي أربعة درجات مئوية أما ليلا يستمر الطقس معتدل ورطب يوم الجمعة أيضا تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاته المثل هذا الوقت من العام بحوالي أربعة درجات مئوية أما ليلا يكون الطقس معتدل بهذا ننهي أشرتنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة